يعود الحارس القضائي إلى الواجهة من جديد في المناطق الخاضعة لسيطرات الحوثيين وهذه المرة بنهب مبالغ مالية من أحد المدارس الخاصة في صنعه وذلك بعد أيام فقط من تعيين أحد القيادات الحوثية كحارس قضائي عليها وتعيين حراس قضائيين على جميع فروع مدارس الأقصى الخاصة إجراء الحوثيين يندرج في إطار استمرار نهب الحوثيين أموال الخصوم السياسيين كما وأنه استغلال واضح لسطوتهم في التحكم بنهب أموال القطاع الخاصة بممارسات خارج إطار القانون وتوريد للمبالغ إلى حسابات خاصة بالجماعة وعدم السماح للقضاء بالتحقيق والنظر في ملفات القضايا التي تسند إلى الحراس القضائيين هذا ويركز الحوثيون خلال الأيام الأخيرة على قطاع التعليم الخاص في مساع منهم لإطباق السيطرة عليه وجعله قطاعا خاصا بهم على مناح عدة منها الرقابة التامة على سير العملية التعليمية فيه وذلك بتحويل نظام الامتحانات إلى مركزية للرقابة على سير عملية التعليم بعد تعديلهم للمناهج وإدراج مقرراتهم الطائفية كجرعة مسممة لصغار السن ولا يختلف إثنان بأن الحوثيين كذلك قد جرفوا مجانية التعليم في مناطق سيطرتهم وفرضوا مبالغ مالية على أولياء أمور الطلاب في المدارس الحكومية وطمسوا مجانية توزيع المناهج بفتح أكشاك خاصة لبيعها منتشرة في العاصمة صنعاء لهذا الغرض بأسعار ابتدت من عشرة آلاف ريال تدمير القطاع التعليمي نهج تسلكه الميليشيا بطرق مختلفة جميعها تؤدي إلى إسقاط العملية التعليمية فمن نهب المدارس وتجويع المعلمين إلى التعدي اللفظي والمسلح على المعلمين والمعلمات مصادر تربوية ومحلية قالت أن مسلحا في ميليشيا الحوثي اقتحم مدرسة أروى للبنات في محافظة إب ووجه سيلا من الشتائم والإهانات لإدارة المدرسة والمعلمات أمام الطالبات وقد رصدت نقابة المعلمين في تقارير سابقة لها أكثر من 49 ألف انتهاك ارتكبته ميليشيا الحوثي بحق قطاع التعليم خلال السنوات السبع الماضية تنوعت هذه الانتهاكات بين القتل العشوائي والاغتيالات والموت تحت التعظيم والإصابات والاعتقالات وغيرها